اعرب الرئيس الامريكي باراك اوباما عن دعم الدولة الفيدرالية للمنكبين من جراء الاعصار ساندي مبديا تفاؤله باعادة اعمار المناطق المدمرة وذلك خلال زيارته احد اكثر الاحياء تضررا في نيويورك اسرى الاعصار المدمر قبل 17 يوما هناك الكثير من العمل السكان ما زالوا بحاجة الى مساعدات لا يملكون وسائل تدفئة ولا كهرباء ولا طعام هم بحاجة الى مأوى وحلقت مروحيته فوق حي روكاوز في جنوب منطقة كوينز التي اكتسحتها الرياح ولسيما المياه المرتفعة حيث ما زال عدد كبير من المنازل محروما من الكهرباء بعد 17 يوما على الكارثة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة